يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية أنا مو قادر أمسك الضحكة بسبب الفوضى اللي جفتها في الحلقة الثانية وفي حال إنك تسأل ليش تأخرت المراجعة لأنني صورت فيديو المراجعة بعد نزول الحلقة ذيك اليوم واكتشفت إنه المايك مقفل ألقم يا وجيه خلي الزحف والاستعجال ينفعك طيب يا جماعة الخير أول حاجة أنا مش قارئ للرواية وجل اهتمامي وكامل اهتمامي في المسلسل فقط فإذا الكتاب عطبوه وحرف وفيه وخبص وأم الدنيا أنا إيش دخلني كريستون وأليسنت في الرواية مرة مقطعهم الشرف وفي المسلسل قليلين حياة وحيوانات أنا إيش دخلني أيمنت في المسلسل قتل لوك بالغلط وفي الرواية قتل ومتعمد طب أنا إيش دخلني ومو غلط صراحة أنك تورينا إيش الفرق بين الرواية ومسلسل بالعكس أحب أقرأ الأشياء ذي غير كذا يا جماعة أحب أقول لكم بعد الهبل اللي صاير في الموسم الثاني من كلا الطرفين الأخضر والأسود أنا صرت محايد إن شاء الله ينحرقوا الخضر واللسود وأنا مالي بتابع المسلسل وانبسط بأحداثه اللي يموت يموت اللي يعيش يعيش اللي ينتصر ينتصر أحدث سوق الشرف والثاني قاتل أطفال سواد الله واجب ليسه كلا الطرفين ملعين خير قررت صراحة أني بكون مع فريق هلينا المسكينة اللي ما لها لا في الطين ولا في العجين طيب يا جماعة الآن أيقون مع الصب وحالة المزاجية في أسوأ ما يكون أقال لك يا عمي خلاص أنا ببدأ الحرب وزي ما تيجي تيجي ولا أقدر ألومه صراحة قتل قرة عينه ووريثه في فراشه حتى مشهده مع مجسم أولد فاليريا يفسر الكثير في بعض الرمزيات الحلوة أول رمزية ممكن نطلع فيها أنه عصر أولد فاليريا انتهى دكن زمان مرة زمان ثاني حاجة اللي بنى المجسم هذا في سيرس اللي عصره كان يعوم بالسلام وتدمير أيقون لمجسم أولد فاليريا يصوب في كل الرمزيات اللي قلناها بمعنى أنه إيش عصر السلام انتهى أولد فاليريا آين كان خلاص كسر أم الدنيا يبدأ عصر جديد بداية الحلقة صراحة كانت مرة موترتني لأني قاعد أقول إيش بيسوي أيقون الحين والله يسترب الحين يروح يلبس درع ويطلع على تنين ويجيبهم العيد ولكن الأمور مشت بشكل مختلف لا بيجي مع أي مند لما دخل غرفته ويبدو أنه لاحظ وجود ناس متسللين أو آثار ناس متسللين وعلى ذلك لعله إيش حس كذا قال يا ولد والله شكلهم جوع شاني والله أنهم جوع على شاني وما شافوني راح يسروا على الولد الصغير إيه حرقنا فقال أيمند يا حبيبي خلاص أنا نفسيتي تعبانة وأكيد ماما مش الحضن الدافئ اللي بروح لها ماما مشغولة مع كريستون وأخويا مسكين قاعد يكسر في أولد فاليريا وهنا اكتشفنا أنه أيمند عنده مامي إشيوز واضح أنه أيمند يعني يبغى يفضفض حرفيا محتاج لحنان الأم بس مش لاقيه ولقيه عند السيدة هذي وكان مرة مرتاح لدرجة أنه مفسخ كل هدوم وحتى رقعة عينه شايلها واللي تشير إلى أنه مرة مرتاح في ذاك المكان مرة قادر يقول اللي يبغى يقوله والغريب أنه لاحظنا شوية ندم يعني على ملامح أيمند واضح أنه كان مرز على نعلي سواب لوك أنا مكنتش قاصد ما قالها بطريقة مباشرة بس قاعد يبدي ندمه أيمند يقول أمي أليس انت تعاطف مع عدونا وتحبهم وهو قاعد إيش يشعر بالندم تجاه تصرفاته على عدوه حاجة غريبة صراحة كتبت الشخصيات في الموسم ذا فوضى والله بعدين ما عليش يا جماعة نضحك على بعض ليش أليس انت ما تعرف تربي ليتها تربي نفسها أصلا عيالها لا يحترموها ولا يقدروها ولا لها أي سلطة عليهم انشغلت عنهم لدرجة كل واحد صار يدور حنان الأم بطريقته الخاص لا يعبوا ولا في الناس المساكين على عكس رينيرا تماماً الرغم من أنه أولادها أبناء حرام إلا أنهم يحترموها ويقدروها وبينهم لحظات كثيرة توضح مدى تماسكهم وترابطهم حتى ما فيهم التكبر وشوفة النفس هذه اللي عند عيال أليسنت ناس محترمة بالرغم من أنهم عيال حرام وحقاقاً للحق يا جماعة بالرغم من التضاد والتناقض العجيب يعني ولكن مشهد أليسنت في بداية الحلقة مع أبوها أوتوهايتور كان مرة رهيب صراحة من الناحية الدرامية والمؤدية نفسها ممثلة الدور ما تخذلنا أبداً في أي مشهد درامي مؤثر أوتو قاعد يحاول يواسيها معلش يا بتي معلش خلينا نركز في الوضع اللي فينا وبعدين ننتقم ومن ذا الكلام قالت له أي أسكت يا شايب أشغلت أمي ترك جيهيريس الطفل مات وارتاح من الحياة وباللي فيها أنا همي على مين أنا قلبي على المسكينة هيلينة البنت مهبولة خلقة وزادت عاشة التجربة والصدمة هذه إيش بيصير لها؟ بتنهب الفوق ما هي مهبولة أي تخيل أن وحدة زي كذا مسكينة يعني ما أدري إذا نقدر نقول عنها هبلة ولا ناقصة عقل تخيل بالرغم من كل الحالة الذهنية الغريبة اللي هي عايشة فيها أصلاً بشكل طبيعي تمر بتجربة مرعبة ومخيفة زي كذا لدرجة إنها تقول لهم هذا ولدي وهي عارفة إنها لو أشرت بيروح يقتلوها يقل عم صدمة إيش بتصير هيلينة؟ والله العظيم أتمنى لها الموت حباً لها تموت وترتاح من أم القرف اللي عايشة فيها لا هي تليق بالسود ولا هي تليق بالخضر قاعدة في النص كده مسكينة متورطة بين الحزبين ذولي أما مشهد أيقون في مجلس المستشارين دوحفة حفلة أنا ما ضحكني لك ريستون لما نطع عليه أيقون قل له إنتا كنت فين ها؟ إنتا كنت فين يوم الحرمية دخلوا وقتلوا ولدي ممفروض إنك تحرس القصر وسكان القصر يا رمّة؟ رد عليه كريستون قل له والله يا طويل العمر كنت نايم في فراشي وصدق في معلومة إنه كان نايم بس الكذاب ما كان نايم في فراشه إيه؟ كايب الضبط إيه؟ إيه ليه ما تقول حقيقة؟ ها؟ يا بو شرف إنت؟ وبالحديث عن كريستون وألسنت يا جماعة أنا قلت عطبوها في الحلقة الأولى خلاص نعطبت والوضع صار مرة غريب الآن جات فرصة إن الكتاب خلاص يبحثوا عن فرص تحسين ويعدلوا الفوضى اللي سواها في الشخصيتين الحلوة هذه ألسنت كانت شخصية كويسة في الموسم الأول عطبوها كريستون كانت شخصية مرة رهيبة في الموسم الأول عطبوها حتى إنه ألسنت في بداية الحلقة أعطتني كذا شوية شعور بالدم أنا والله واضح إنها من رزع لنا من قلة الحياة اللي قاعد سويها وقلت خلاص الآن هذه فرصة فرصة للإثنين إنهم يبدوا يأخذوا الطرق مختلفة ويبدوا يعيدوا بناء شخصيتهم بشكل كويس ويظهروا مشاعر الندم أو قلة الحياة وإن كان ولكن لا والله أهلاء وألفوا لا والله إنهم لا يزدادوا فسقا وفجورا يعني مش معقولة يا جماعة ألسنت تحاول تعترف لأبوها بذنبها قال لها أقول لك أي أن كانت ذنوبك قليلة الحياة ما الأم يصلاح فيها أصه من يناقص هم مسكينة ما لقيت حنان الأب قالت إيش خليني نروح أشوف ولدي تطمن عليه شافت ولدها يبكي تروح تحضنه زي مارينيرا تحضن أولادها وقت الحزن والهم شافته يبكي قالت أقول لك حريقة تحريقك أنا شروح عند كريستون يا العفيفة يا العفيفة أقسم بله يا جماعة كريستون وألسنت صاروا حاجة مرة بايخة مرة بايخة وبيلعن وخير أم 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 المسلسل ذا شخصيتين كان عندهم جوهة رهيب رهيب في الموسم الأول فجأة كده مسكوا الجوهة ردي وحولوها إلى كومة من الروث وأنت بكرامة أوتو هيتور يا جماعة كالعادة السياسي محنك شيطان لئيم وفاهم اللعبة صح على الطول بدأ يفكر كيف أنه يستفيد من الحادثة هذه ويوظفها في صالح الحزب الأخضر هو قلبه أجعان على حفيده وأظهر هذه المشاعر وكانت واضحة عليه فقال لك يا عمي مو وقت الحزن الحين لازم نستفيد من الخبر هذا من المصيبة هذه وقال لك راح نلفق التهمة في مين؟ في رينيرا لأنه ليش لا؟ بالتكلب ضدنا وعدونا نلفق أبو التهمة عليها ونمشي بجنازة جيهيريس أمام الملأ بحيث نضرب عصفرين بحجر نكسب تعاطف الشعب ونكسر شوكة رينيرا ونخلي تحالفاتها تضعف والتحالفات اللي لسه ما سوتها تصير فرصة الحصول عليها شبه مستحيلة تشويه سمعة فضيحة فحل سياسي يعتبر تصرف أوتو هيتور خارق حاجة مجنونة وتخوف ولكن في وضعه الاجتماعي مره مو وقت الحلول هذي بس خلاص أنا توقعت أنه كذا يش يقول لهم خلونا نحجن كم يوم نبكي بعدين نبدأ نتصرف ولكن يبدو أنه قاعد يقول لك دق الحديد هو حامي ما في وقت لارس الأعرج وإن كان مهمش بطريقة غريبة في الموسم هذا مان يداري كيف كذا الشخصيته تغيرت حتى أنه واضح أنه إيش ما تصار يشوف إلا أنه بالرغم من هذا كله جاب لهم راس الحيوان أبو صوت مميز هذاك حتى أبو صوت مميز هذاك كرهته كرهته كرهت الله يقهره الأخ طالع براس جهيرس من الباب جايب بطيخ معاه والخربز التوير رائح يا بوي أنا ما أدري وين قرأت هالكلام ذا ممكن في تويتر بس في واحد شباههم ببلوت وعلقم تعرفهم بلوت وعلقم بلوت وعلقم شريران هذو اليوم والاثنين اللي راحوا قتلوا جهيرس وغير كذا دخل الزنزانة دخل الزنزانة قلت الحين بيظهر مشاعر إيش الولاء والوفاء والله إلا أن أعترف بصوته هذاك يوات بس فكوله الأدوات حق التعذيب قال ما يحتاج ما يحتاج حتى كف ما يحتاج تعطيني أنا مرسول من ديمون ديمون قال لي يقتل ويجيب لي الراس إيزي ومن اللي كان معاك كان معايا واحد من صائدين الفئران والله حتى يسمه ما عرفه أيقون المريض كان بإمكانه يجيب كل الصيادين حقين الفئران ويجلسهم أمام هذا بصوت مميز ويقول له مين اللي فيهم كان معاك وهذاك بيقول ما يحتاج بس واضح أنه أيقون كان يبغاها من الله راح سرع على كل صائدين الفئران في المدينة حتى الكلب الصغير ضعيف والله كان واقف تحتي طالع في الجثة الله مش تاخي ما كنا صيادين في إيران يا ابن الحلال ويش لأنه ويش المشاكل وصراحة أنا ما أدري أنا توقعت أنه أيقون راح يدخل ويكفر ويعذب فهذاك ما يقتلوا على طول بس الظاهرة الضربة الأولى ديك خلصت عليه أو أنهم ما تفرغوا للمشهد أو أنهم ما يبغوا يتفرغوا الإقدموية والعنف بشكل كويس بس بيتفرغوا الكريستن وأهلز هلينا يا جماعة في الحلقة الأولى لو تلاحظون كانت تخيط كده حاجة قطعة قماش لحاف وشاح أي أن كان وفي الحلقة هذي جابوه هي ماسكة الوشاح وتبكي والله أنا مسكينة هلينا والله أي مسكينة يا أخي وكمان في الجنازة نلاحظ أن الوشاح ذاك اللي كانت تخيطه هلينا ملحف به مين جهيرس ابنها كانت تسوي من الحلقة الأولى كانت تخيطه الولده تطلع كفاً ولده هو ما هو ما هو حاجة تغطي ولا بطانية ولا وشاح ولا أي أن كان أكرر يا جماعة عالم آلة تنين لا يتسع لضعيفة الله هذه هلينا مرة وعلشان أوريكم قدي إيش أليسنت مرة مريضة ومتخلفة بنتها تبكي وحالتها النفسية في أسوأ بقعة من الاكتئاب وهذي جاية تقول لها إتي شفتيني أنا وكريستون إيش كنا بنعمل ما شفتي صح؟ ولا أقول لك سوي إنك ما شفتي إيش رايك نتفي قديل إتي بقرة ولا هبلة ولا إيه أقسم بالله شخصية أليسنت قاعدة تتحول إلى شخصية مع طوبة لا حرفياً تحس اللي شغالين على المسلسل حريصين إنهم يخلوك تكره هالحزب الأخضر حريصين إنهم يشوهون سمعة أليسنت وكريستون ويرموها في الطين في قاع المستنقع إيش البلا هذي؟ كل حلقة أليسنت وكريستون يصيروا كريهين والله يا جماعة مشهد الجنازة جاب لي توتر وأتوقع بسبب إنه المشهد ذاك قاعدين نشوفه من عيون هلينا هلينا متوترة قلقانة وعندها رهاب اجتماعي يا واد ما تبقى تخرج من البيت والقلق هذا انعكس علينا في المشهد توتر قلق يا الله إنه ذا المشهد يعدي على خير وما تصير أي مصيبة فجأة غرزت العربة يا لطيف إيش بيصير مين بينهم أشهد أقسم بله الحمد لله إنه انتهى على خير يا شخص جاب لأم التوتر بعدين نروح لرينيرا اللي هي مصدومة من قلة الحياة اللي صارت واللي ما تعرف مين اللي سواها من الحلقة الأولى البنت كانت واضحة قالت جيبوا لي أي منت ما قالت روحوا جيبوا لي أي واحد من الخضر ولا قالت لنبدأ حرب لعينة قالت جيبوا لي أي منت ابن مقابل ابن وصدقوني يا جماعة دايمن الحلقة الأولى ترقصوا المشهد ما عرفنا إش نهاية الحوار صدقوني إنه الحيوان راح قال لهم إذا ما لقيتوا دايمن آآ أي منت أقتلوا أي طفل أو أقتلوا جيهيريس بالضبط ابن أيقون ابن بابن أقسم بله يا جماعة دايمن مريض مختل متخلف نرجسي شخصية رمادية تومتش كذا مدري كذا قاعد يصير شخصية ببلها ما مدري كيف الواحد ممكن يحكم عليه تحس معنا ضدنا تحس مع نفسه تحس ما يدري شي بغى ولكن حواره مع رينيرا وخلاصة الكلام يعني بعد ما أعطوه نظرة أنت اللي عملتها أنا ما سويت شي طالعت في رينيس قالت ما سويت أنا كنت تبقى تأخذني معاوش ها يا لئيم يا ابن اللئيمة آخر شي رينيرا افتهمت لو أعطت النظرة يا ابن الكلب خلاصة الكلام يا جماعة دايمن انطرد يفترض كذا إنه رينيرا طردته وعلى ما يبدو أنه بيكمل مخططاته بيتوجه لقلعة هارين هال لأنها نقطة استراتيجية مرة مهمة وأيموند كمان حاط عينه على هارين هال وممكن ممكن إذا مشت الظروف بالشكل المتوقع من وجهة نظري ممكن يتقابلوا الاثنين هناك ويقوم طلس وطليس غير كذا جماعة دايمن ما ردوا الرينيرا في النهاية لازم يكون تحت راية مستحيل كذا يروح يقدح من راسه والحاله بعدين حتى مشهد رينيرا مع جيهيريس جيهيريس يقول لا يا ماما خلينا أروح هنا كينغز لاندين أتطقص أشوف الدين يقول لا والله العظيم ما تروح أنا لسه لسه ما خلصنا العزة حق أخوك لسيريس أرسل لك انت عشان تموت كمان لا بعدين راحت وزحلقت مين زحلقت بن دايمن قلت لا أروحي كينغز لاندينج يعني هي تموت عادي طز في حريقة كيف التي هرينيرا أقول لكم حزب ملاعين خضر وسود كلهم هبة للاثنين أقول لكم الكتاب ذول يتعطون العال وانتو بكرامة مش طبيعي كتابة مسار الشخصيات وكذا الشخصيات كده فيه اضطراب غريب فيه شيء كده ما أنا قادر ستوعبه في الشخصيات دي أفضل شيء للأمانة صار في هذه الحلقة كان مشهد التوأم كان رائع خرافي رائع بل من كثر من المشهد مرة كان عاجبني رحت شفت الفرقات بين المسلسل والرواية المسلسل رهيب والرواية كانت كمان رهيبة من يوم الدودة البيضة طلعت من القلعة وجاء التوأم التوأم الثاني حق الخضر من يوم شفت وجاء أنا قلت والله انها بقعة والله انها بقعة وجاءت في بالي كده سيناريهات غبية انه يقتل أخوه ويسوي بعدين انه هو ويجلس معهم كده فترة وبعدين يسري على الرينيرا توقع انه متأثر في مسلسل دارك ماتر أين كان بس للأمانة المشهد كان يواد ضغط وتوتر ويواد شد أعصاب وفي نفس الوقت كان مؤثر مؤثر يا الله يا الله توأم ينتهي كون روحية وقدسية الأخوة لأجل مشاكل غيرهم وانتهى المشهد بطريقة أخي يا الله يا الله وترى شوفوا صدقوني قتل نفسه في النهاية مو علشان رينيرا ولا علشان حزب الخضر ولا علشان حزب السود ممكن في أسباب ثانية ثانوية ولكن السبب الرئيسي قتل نفسه لأنه كيف بيعيش بعد ما قتل أخوه أخوه التوأم قتلت أخوي التوأم عيش ليش طز أموت خلاص أخ قتل أخوه ومش بس أخوه أخو التوأم مشهد كان قاسل الأمانة وما هو شي جديد صراحة هذا النوع من القسوة على جورج آر مارتن مفترون شفنا مصائب وهوائل طيب يا جماعة اللي خفنا منه حاصل ومساعد الملك أوتوهايتاور العاقل الوحيد في مجلس الخضر تم إقصاؤه ومين حطوا بداله كريستون واو يا السلام يا السلام يا السلام في النهار مساعد الملك وفي الليل حلو حلو الصراحة يعني مشهد أوتوهايتاور لما دخل عند أيقون أقسم بالله تحفة تمنيتوا يعطي كف كده يسوي لنا فلاش باك لأيام المجد في جيمة ثرونز بس للأسف خرج يجر ذيال الهزيمة هاي بالله شي تسوي هاي بالله شي إذا أوتوهايتاور طلع من الصورة حريق حريقنا حريقنا أوتوهايتاور كان العمود حق الخيمة اللي في النص شيلو تطيح الخيمة فوضى الخضر فوضى فختاما يا جماعة انتهت الحلقة بإعلان سقوط الشرف والعفة رسميا والظاهر إلى الأبد خلاص أليسنت كريستون تم عطب الشخصيتين بنجاح لأ ومش بس كده كريستون يتلطم طاع طاع كف رايح كف جاي قال لك إنو إيش إنت حيوان إنت جرأتني للرذيلة يا كدابة أنت ما عندك شرفه حيوان زيك كلكم منافقين ومتناقضين الله يا نهاية تعبانة نهاية الحلقة تعبانة إيش هذا لو إنه من هو على على قتال التوأمين ولما قتل نفسه وانتهت الحلقة هناك أبرك يمينا بلا يوم صورت المراجعة والمايك طلع مقفر صورت حلقة مدتها 45 دقيقة بعد المنتاج كانت وطلع يمكن نص ساعة أخصم بلا يا جماعة مشوفت الفيديو ميوت والتابوي أخيرة أنا معاد بسوي مراجعاتي للمسلسل المريض هذا ميش؟ 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 يا سلام نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم